ومشاهدين الحديث عن الموضوع تربية الطيور والدواجن ويانا الآن من بغداد الدكتور البيتري والطبيب الممارس في أمراض الدواجن والأسماك والطيور والسقور حاصل على شهادة التربية المكتبة في تربية وعلاج السقور في مستشفى السوق وقف في دولة قطر زياد محمد نايف يسعد صباحك يسعد صباحك دكتور يسعد صباحك دكتور زيد أهلا بك بصباح دجلة يسعد صباحك مهلا وسهلا يسعد صباحكم يسعد أهلا بك دكتور بالبداية أنا أريد أن أعرف من حضرتك ما تختلف تربية الطيور أو الدواجن عن الحيوانات الثانية أكيد ستكون هناك اختلافات لكن بالبداية يجب أن نعرف أن تربية الحيوانات بصورة عامة لها دلائل ورموج ومعاني مختلفة فعلى سبيل المثال أنه الكلاب ترمز إلى الطاعة والوفاء والقطاط إلى الاستقلالية والذكاء الخيول ترمز إلى الشموخ وهواية تربية الطيور على مر العصور والأزمنة ترمز إلى مصدر الإلهام للقوة والحرية طبعا تربية الطيور تختلف من باقي الحيوانات الأخرى أيضا تختلف عن الدواجن فهي من الوسائل التي تحتاج حرص وتربية مكثفة وعلاجات وإرشادات وإلى آخره أما فيما يخص ناحية الدواجن فهنا تنقسم قسميا الدواجن المنزلية والدواجن الحقول دواجن المنزلية ترتبط تقريبا تربيةها مثل تربية الطيور من ناحية الإرشادات وأما من ناحية الحقول فهي تعود بالفوائد المادية والدرء بالأرباح على الفرد بالمقابل الفرد رح يرفض الثروة الحيوانية اللي لا تقل أهميتها عن النفط نعم طيب دكتور شن الأشياء اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار من الريد نربي الطيور بالبيت سيد ثقافة تربية الحيوانات بصورة عامة والطيور والدواجن بصورة خاصة هي حديثة في المجتمع العراقي أكو واجبات للطبيب البيتري قبل ما تكون هي علاجية لازم تكون إدارية هاي الإدارية ممكن تفيد الحيوان قبل ما تفيد الإنسان وتوقيه من الأمراض على سبيل المثال الغذاء وجودة الغذاء ضروري جدا أنه الشخص يعتني بجودة الغذاء من ناحية المصدر ومن ناحية أنه الحيوان يحتاج نسبه بروتين وطاقة معينة ولازم نذكر وننوه أنه المساحة الشخصية للطائر تختلف تبعا لحجم الطائر فمثلا أنا ما أخلي ببغاء في قفص صغير أو أجيب دجاجة أخليها في قفص صغير فهي تبعا للتكوينة البيولوجية إلها عن طريق خلق الله سبحانه وتعالى أيضا تحتاج إلى الأمن الحيوي والنظافة الشخصية بصورة مستمرة ودائمة لكي يسلم صاحب الحيوان من الأمراض نعم نعم طيب دكتور همنا حابين نحكي بياك عن الصقور طبعا يمكن هذه تربيتهم صعبة شوية والاهتمام بهم همنا أيضا يكون صعب نعم نعم سيد تربية الصقور نحن لازم ننتبه على فتشغلة أنه تربية الصقور رمز من رموز الشعوب العربية وخصوصا ثقافتها منتشرة في الجزيرة العربية ومنتشرة في دول الخليج العربي طبعا العرب بصورة خاصة يحبون تربية الأشياء المميزة والنادرة فعلى سبيل المثال صقر الشاهين تصل سرعته 320 كم بالساعة أثناء الانقضاء على الفريسة فهذا الشيء مميز دفعه هواية من الهوات أنه يربون هذه الصقور ويسابقوها فصارت متعة الصيد ومتعة الرياضة لهذه الأمور جدا مميزة في دول الخليج العربي أيضا أنه الصقور من الجوارح يعني أنا ما أقدر أربي في داخل المنزل أنا راح أربي في حضيرة ويكون مستعد للتدريب والتهيئة لأغراض الصيد وأغراض أخرى لغرض خليل نقول العمل أيضا كذلك يدخل بيها نعم طيب دكتور إحنا ليش دائما أكوناس يجيبون طيور الحب وراء فترة رأسا يموتون يعني ما يطولون ليش شنو السبب ست هنا راح نرجع على السؤال السابق أنه شنو الأشياء اللي لازم أتخذ إجراءاتها حتى أربي الطيور طبعا طيور الحب أو مو بس طيور الحب تعتبر هي من فصيلة الببغاوات يعني تشمل الدرار وتشمل الكوكتيل وإلى آخرين هذه تحتاج ظروف بيئية مناسبة ودقيقة تحتاج أنه تشمس تحتاج إلى نظافة دائمة وأهم شيء ممكن يؤذي طيور الحب هو الحرارة يعني مثلا أنه أنت بالشتاء ما عندك حالة وفيات بيهن أو إصابة مرضية باعتبارها خلينا نقول شبه معتدي لدرجة الحرارة في داخل البيئة لكن في موسم الصيف تكثر أمراضها بحكم أنه أنا خالها مقابل الهوى البارد بحكم أنه يخليها في مكان حار وتتعرض للجهد الحراري وأيضا طيور الحب أهم ما بها الغذاء وجودة الغذاء وإحنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج الموضوع مرتبط بالنظافة زائدا الغذاء ومصدر الجيد وأيضا نسب محسوبة نعم طيب دكتور خلينا نحكي عن تربية البومة أيضا يمكن بعض الأشخاص يحبون تربيتها ولكن دائما نسمع عبارة أنه البومة الشأم لا تربيها ولا تجيبها حكينا شوي عن تربيتها وعن هذا المثل هل هو صحيح أو لا؟ صراحة البومة هي من الكائنات الحكيمة تعتبر رمز من رموز الحكمة العلماء أطلقوا عليه تسمية القض الجناحين البومة من الحيوانات أيضا الجوارح الطيور التي تنتمي إلى تشبه الصقور في تربيتها نوعا ما أنا شخصيا ضد تربية البومة في المنزل لأنها تحتاج مساحة جدا واسعة هي مهيئة لغرض الاستياد يعني هي عايشة حتى تصيد الفئران والقوارض والأرانب وإلى آخره حتى أنه ممكن يوصل إلى أربعة آلاف ثقر أو خلينا نقول قوارض بصورة عامة في السنة طبعا أكفت مميزات حلوة بالبومة أنه هي ما تشوف بس بالليل فأني شون أقدر أربيها بالنهار وراح تكون رؤيتها جدا ضعيفة يعني مو مع دموع إنما ضعيفة زايدا من مميزاتها أنه هي ما تقدر تباوع مباشرة والعين مرتبطة بتجمجمة فالهالسبب هي تدور 270 درجة على مود تباوع على اليمنى أو تباوع على اليسرة فأني ضد تربية البومة في المنازل نعم طيب دكتور أكل كثير من الدراسات أو أثبتت الدراسات أنه اللي يربون الطيور بالبيت دائما صحتهم ونفسيتهم حلوة هل فعلا هالشي؟ ست أنا راح أضرب ليش مثال على الناحية الشخصية طبعا هو هاي الدراسات وهواية أثرت وفادت وهواية عالم أنا قبل خمسة ست سنين كان عندي امتحان جراحة كان حيواني الأليف هو عبارة عن كوكتيل يعني أنا أذكر أنه لما تتعرض الضغوطات كان هذا الكوكتيل يغرد كأنه ما يواسيني أكيد هي راح أتأثر نحو الإيجابية من الناحية النفسية ومن الناحية الصحية قلت ليش بالبداية أنه هي تحتاج مجهود بدني لغرض إعطاء الطعام وتنظيف وأيضا أنه الخير الرفيق هو الطائر يعني هو مجرد ما يغرد لك على مود مكافئة ما رح يحتاج منك هواية أرشادات وتبعيات ثانية نعم طبعا طبعا دكتور زيت أنت إمطيتنا معلومات كلش كافية ووافية خاصة للناس اللي يحبون يربون الحيوانات الأليفة شكرا لك شكرا لك دكتور موسيقى